السلام عليكم ورحمة الله طلابنا وحبائنا ارتقينا انه نعيد الفيديو لانه بصراحة الفيديو مباشر اصبح انه دقة الفيديو كانت سيئة بسبب مشكلة تقنية في الانترنت الان راح نعيد تسجيل هذا الفيديو لفقرة اللي كانوا معنا واللي ما كانوا معنا رجاءا خلي معك كتابك ضرور جدا ان يكون معك الكتاب لانه انت ليست مشاهد لهذا الفيديو انما انت شخص متلقي اذا بالتالي يجب ان تكون حاضر في كتابك في ذهنك في دفترك في قلمك بجميع الامور الضرورية لادراك هذه الفقرة فقرتنا بتتكلم عن شخص اسمه مارتين ستريل هذا مارتين ستريل هو عبارة عن شخص عنده انجازات اتشيفمنتس ويتش ار اكسترا اورديني يعني شغلات مميزة جدا وليست شغلات عامة او شغلات اي انسان بقدر انه يحقيقها هذا العنوان او هذا العنوان الدرس بكي يعني اطول سباحة the longest swim اطول سباحة نبدأ الفقرة سابع شهر نيسان عام 2007 السباح 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 رحلة رائعة ومذهلة شو هاي الرحلة he swam the entire length of the amazon river يعني اكمل المساحة او الطول الكلي لنهر الامازون واحنا نعرف انه نهر الامازون وليس بالنهر القصير انما هو نهر طويل وبالتالي هذا انجاز يذكر لهذا الشخص this was the longest swimming journey ever كانت هذه اطول رحلة سباحة على الاطلاق اذا عبارة عن record هذا منسمي record record يعني عبارة عن ايش رقم هذا الرقم الرقم يعني رقم لاستان يكسره اي شخص وبالتالي هذا يسجل في رصيد هذا الشخص سباحته لطول النهر الكل لنهر الامازون ممكن ان انا اجيب اسئلة نسميها suggested questions اسئلة مقترحة على هذه الفقرة السؤال الاول رقم واحد when did martin strill complete his journey when متى اذا متى اكمل martin strill رحلته وبالتالي الجواب on 7th april في السابع من شهر نيسان 2007 وفي ناس تسأل شو سي اي اختصار السي بتودين على كلمة common معناها الحالي اي معناها ايراد الفترة الحالية او ما بعد الميلاد اذا متى اكمل martin strill رحلته اكمل martin strill رحلته في السابع من شهر نيسان عام 2007 سؤال اخر ممكن يتبادر لنا في هذه الفقرة what was martin strill's journey ماذا كانت رحلة ما هي مهيتها يعني ايش هي الرحلة تبعته لم martin strill فرحلة كانت انه هو سبح المسافة الكلية او طول كلي لنهر الامازون هذا بالنسبة للأسئلة الممكن تنطرح في الفقرة الاولى نروح للفقرة الثانية مارتن سيت اوف يعني انطلقه من البيرو كلمة سيت اوف معناها انطلقه مارتن سيت اوف من البيرو متى في الاول من شهر شباط اذا هون سؤال ممكن انه نطرحه وهذا السؤال بيحكي انه متى انطلق في رحلته او اين هون في عندي سؤال نسمي double question يعني السؤال مزدوج له اجابتين سؤال رقم ثلاث بيسألني where when وانا بعرف انه where اين اذا بيسأل عن مكان when متى بيسأل عن زمان وبالتالي هون بدك اطلع مكان وبدك اطلع زمان شو هو السؤال where and when did he start his journey اين ومتى بدأ رحلته الجواب انه بدأ رحلته انطلقه من البيرو on first February انا ذكرت المكان اللي انطلق منه ثم انتقلت وذكرت الزمان اللي انطلق ودأ رحلته في الاول من شهر شباط طيب بعد ذلك بعد ما انطلق من البيرو في الاول من شهر شباط arrived وصل الى البرازيل 66 days later بعد 66 يوم اذا رحلته انت بدأت من البيرو في الاول من شهر شباط وصل من البيرو الى البرازيل بعد مضي 66 يوم هون في سؤال عندي ممكن انه اطرحه اللي هو رقم 4 how many days كم عدد الايام it took استغرق to arrive in Brazil حتى يصل الى البرازيل الجواب it took 66 days to arrive in Brazil يعني استغرق الامر 66 يوم حتى يصل الى البرازيل هذا السؤال يسمى suggested question سؤال مقترح على هذه الفقرة او على هذه الفكرة تمام بعد ذلك من انتقل الى الفكرة التي تليها the amazon river in south America يعني نهر الامازون في امريكا الجنوبية وفي جنوب امريكا هنا انا ممكن اطرح سؤال انت فكر معي كطالب ايش ممكن يجيني هون سؤال يقع نهر الامازون في امريكا الجنوبية ممكن اسألك اين يقع نهر الامازون وبالتالي انا ممكن ان اطرح هذا السؤال في رقم خمسة شوف رقم خمسة where is the amazon river located كلمة located معناها يقع اذا اين يقع نهر الامازون الجواب it is located in south امريكا يقع في جنوب امريكا امريكا الجنوبية انت كطالب اذا جوابت south امريكا هذا جواب صحيح ولكن انا بفضل I prefer to give a completed answer انك تعطيني جواب كامل جواب الكامل it is located in south امريكا اوكي هذا نهر الامازون الذي يقع في جنوب امريكا امريكا الجنوبية شو ماله بيعطيني شوية وصف عنه description شو ماله is a very dangerous place هو مكان خطير للغاية طيب ليش هو مكان خطير للغاية هاي ممكن الناس عليك سؤال اقول لك why is the amazon river a dangerous place لماذا هو يعتبر مكان خطيرا الجواب it is home هو موطن ومكان وملجأ to the pole shark لسمك القرش الثوري ما له سمك القرش الثوري هو اي نوع من الاسماك القرش لا هو ليس نوع عادي انما which is the most dangerous shark to human هو اكثر القروش خطورة بالنسبة للبشر يعني هو يهدد البشر وصحتهم ليش بيكتر البشر هو اكثر نوع من انواع القرش خطورة باتجاه او يؤثر على البشر اذا انا بطلع هون انا لازم اركز على كل ضمير بعدي معي ف it لو انا سألتك what does the pronoun it refer to على ايش يعود الضمير it لازم يكون في عندي المام بالضمائر وانا لازم اعرف انه تعود على مفرد غير عاقل اذا انا بسوي عملية reverse برجع الى الوراء بدور على شيء غير عاقل ذكر قبل it place dangerous the amazon river the amazon river لانه بقعد يتكلم عن نهر الامازون اذا ال it المناسب لها نهر الامازون طب حتى اتأكد اذا كانت اجابتي صحيحة ولا لا وتخميني صائب بمسك انا the amazon river وبحطها مكان it وبعيد قراءة الجملة فبحكي the amazon river is home to the bull shark هو عبارة عن موطن للقرش الثوري والله يا ام يزبط معنا اذا هذا تخمين صائب فإت تعود على الامازون river اوكي واحنا حكينا انه اكثر نوع من انواع القروش خطورة بالنسبة للبشر بعد ذلك ننتقل الى فقرة جديدة he said هو قال مين اللي قال مين قاعد بتكلم مين صاحب كل القصة هون هو عبارة عن مارتين ستريل اذا هي هون تعود على مذكر مفرد عاقل مذكر مفرد عاقل اللي هو مارتين ستريل هو اللي قال شو قال مارتين ستريل that his best protection protection معناها حماية protection معناها حماية اذا best protection افضل حماية له شو كانت from predators predators من الضواري كلمة predators معناها ضواري الحيوانات المفترسة والمقصود في predators هون اللي هو البولشارك اللي هو الثور او القرش الثوري هو قصد في الحيوانات الضارية اللي هو القرش الثوري لانه ما في اي حيوان ضاري موجود في قلب هاي الفقرة الا هذا القرش الثوري اللي كان يشكل خطر على رحلته في اثناء سباحته هذا افضل طريقة او للحماية من ال predators الضواري was a group كان مجموعة of pink dolphins dolphins دلفين pink لون وردي اذا هي عبارة عن سلالة من الدلفين الدلفين الوردية مجموعة من الدلفين الوردية كانت عبارة عن افضل طريقة حماية من هذه الضواري طيب الان هو بدي يوضح لكيف these friendly creatures هذه المخلوقات الودودة او الصديقة او اللطيفة these هذه ما يسميها demonstrative بنعم اسم او ضمير اشارة يعود على جمع الان ما الجمع الذي سبق اللي هو البنك دولفنز اذا هذه المخلوقات اللطيفة القصد في these تعود على البنك دولفنز ماذا هاي المخلوقات اللطيفة اكمباندهم رافقته اكمباند معناها رافقته كل يوم كان هو يسلح في داخل هذه المجموعة حتى يحمي نفسه من الضواري وبالتالي كانت يترافقه وكان يسبح في قلب هذه المجموعات من البنك دولفنز كانت تسبح بجانبه على طول الخط يعني هو دايما بيسبح معها حتى يحمي نفسه من البريدترز من البولشارك مورتين كيبت اب استريكت روتين يعني كان ملتزما بروتين او بشيء ثابت وهذا الشيء الثابت شيء صارم وحازم يعني عنده التزام صارم وحازم خلال رحلته وانا بعرف انه كلمة روتين اشياء التي تتكرر بشكل ثابت اذا هي repeated action اشياء متكررة تحدث بشكل ثابت during the amazon swim اذا كان ملتزم بروتين صارم وحازم اثناء سباحته في نهر الامازون شو هي هاي الامور الآن هو بده يذكر شو الشغلات اللي كان ملتزم فيها بشكل صارم اول شيء كان يتوقف باستراحة قصيرة كلمة بريك منها استراحة شورت قصيرة اذا كان يتوقف لاستراحة قصيرة كل يوم السبب حتى يتناول طعام الغداء كان يريح شوي حتى يتناول طعام الغداء وهي واحدة من الروتين الامور الروتينية بالنسبة له كل يوم اشياء اخرى ممكن انها كانت عبارة عن امور روتينية حازمة وصارمة بالنسبة له انه كل يوم كل يوم كان يصبح تقريبا 84 كم اذا كان عنده جدول ثابت او روتين او روتيني انه دائما يتوقف لاستراحة قصيرة لتناول طعام الغداء الشغل الروتيني اخرى انه حاطت في باله انه دائما يصبح 84 كم بشكل صارم وثابت وروتيني الان انا ممكن هون اني اطرح والله سؤال اللي هو في رقم على سبيل المثال يعني مجموعة اسئلة الان احنا ذكرنا افكارها لماذا يعتبر نهر الامازون نهر خطير او مكان خطير للغاية الان احنا لو اذكرنا منعرف انه هو موطن لأسماك القرش الثوري السبب دائما لما يسألك بواي حاول انك تبدأ جوابك بكلمة بكوز دائما لاذا سأل بواي ابدأ جوابك بكلمة بكوز حتى تيرجي المدرس انك انت متمكن وعارف شو طالب هذا السؤال اذا يعتبر نهر الامازون مكان خطير لأنه موطن لسمك القرش الثوري وهو واحد من اخطر انواع اسماك القرش للبشر سؤال اخر ممكن احنا الآن ذكرنا او عرجنا على الفكرة الآن بنا نطرح هذا السؤال كيف استطاع مارتن استريل ان يحمي نفسه من تلك المخلوقات الخطيرة وانا لما كتبت لك مخلوقات خطيرة انا لم اقصد هون الدولفنس اذا كيف استطاع مارتن استريل ان يحمي نفسه من هذه المخلوقات الخطيرة؟ الجواب بمجموعة من الدلفين الوردية كانت ترافقه كل يوم هذا هو طريقة حمايته لنفسه سؤال رقم ثمانية ايضا ذكرنا النص جينا على هذه الفكرة الآن بنا نطرح السؤال على الفكرة كم عدد الكيلومترات كم عدد الكيلومترات يعني اللي سبحها في كل يوم وحنا حكينا انه مارتن استريل كان ملتزم بروتين صارم من ضمن هذا الروتين الصارم هو سباحته انه كان يصبح عبارة عن اربعة وتمين كيلومتر ايش الشغلات الروتينية الصارمة اللي كان ملتزم فيها مارتن استريل حكينا انه الشغلات الروتينية الصارمة انه كان يتوقف استراحة قصيرة من اجل الغداء وشغلة الروتينية الصارمة ايضا اخرى كان يسبح كل يوم بحدود اربعة وتمانين ايتي فور كيلومترز افري داي طيب ننتقل للفقرة الاخيرة الموجودة معنا قبل ان يكمل هذه الرحلة المذهلة مارتن هاد قد حطم ارقام قياسية اخرى نشوف شو الارقام القياسية الان اللي حطمها مارتن استريل غير سباحة نهر الامازون اول واحدة يعني عبر القناة الانجليزية متى عام 1997 وبعد ذلك اصبح اول رجل يعني ان يسبح عبر البحر الابيض المتوسط ميديترانيان البحر الابيض المتوسط من تونس حتى ايطاليا اول انجاز انجاز انه قطع انجاز انه انه عبر البحر الابيض المتوسط من تونجا من تونس حتى ايطاليا في نفس السنة انجاز اخر حققوا مارتن استريل ثم بين 2000 سباحة نهر الدنوب وين موجود نهر الدنوب؟ في اوروبا ايضا سباحة في الولايات المتحدة الامريكية سباحة ايضا في بارن ان ارجنتينا ايضا كل هاي المسطحات المائية سباحة في خلال انجازاته ايضا هو حطم رقم لأطور رحلة متواصلة متواصلة يعني يعني مريحش بالمرة يعني هاي الرحلة مستمرة شو هاي الرحلة تقريبا سباحة خمسمة واربعة كيلومترات متواصلة لا توقف يعني قاطع النهر الدنوب وبالتالي هذه ممكن انه نجي فيها لسؤال اللي هو ما هو الرقم ما هو الرقم أو ما هو السجل أو ما هو الشيء اللي حطمه وكان بالنسبة له مميز لان هو سوى شغلات كثير مميزة انما اكثر الانجازات اللي سواها كانت رماركابل انه اطول سباحة مستمرة بلا توقف وانا هون لازم انتبه انه كلمة كنتينووس هايها موجودة عندي هون كلمة كنتينووس مستمر ممكن يجيني السؤال في الامتحان انه أعطي كلمة متشابهة from the text من النص which equals تساوي كلمة كنتينووس فكلمة كنتينووس معناها مستمر اذا ما يرادفها لا نستب بلا توقف مستمر بلا توقف نفس المعنى وبالتالي هاي كلمتين نسميهم مرادفات كلمات متشابهة واحنا هون عندي في السؤال رقم تسعة اللي انا طرحته على الدفتر هون The writer mentioned معناها ذكره ذكر الكاتب ذات مارتن ستريل ان مارتن ستريل broke other records حطم ارقاما اخرى What are they يعني انت بدك تذكر لرقام اخرى اللي حطمها غير سباحته لطول كل نهر الامازون جئنا على ذكرها سابقا اول اشي He swam across the English Channel in 1997 يعني عبر القناة الانجليزية وسبحها في سنة 1997 He swam across the Mediterranean in the same year يعني عبر البحر الابد المتوسط في نفس السنة يعني المقصود في 1997 1997 ثم He swam the river Danub between 2000 and 2004 سبح نهر الدنوب في الفترة ما بين 2000 ل2004 أيضا أيضا